أسئلة الفهم والاستيعاب والتحليل السؤال الأول في ضوء البيت الثاني كيف تكون الحياة سارة للصديق؟ تكون عندما يحيا حياة حرة شريفة السؤال الثاني ما الغايتان اللتان تصب إليهما نفس الشريف؟ ورود المناية ونيل المنا أي النصر أو الشهادة السؤال الثالث ماذا قصد الشاعر بقوله حق السليب في البيت الخامس؟ قصد أرضه المغتصبة أي فلسطين السؤال الرابع ما الطريق إلى تحرير فلسطين وحمايتها في نظر الشاعر؟ حماية الحياظ بحد الحسام أي القتال يقصد بها السؤال الخامس يتحدث الشاعر في البيت الرابع عن العيش الكريم الكريم؟ فما العيش الكريم؟ العيش الكريم في أن يكون الرجل في وطنه مهيب الجانب وتكون حدوده في وطنه محمية السؤال السادس بما وصف الشاعر المحتل الصهيوني في البيت السابع؟ وصفه بالكائد الحقود السؤال السابع أي بيت شعري يتضمن المعنى الآتي؟ سأدافع عن وطني حتى أحقق إحدى الحسنيين النصر أو الشهادة؟ البيت الذي يدل على ذلك هو البيت الثالث والذي يقول فيه الشاعر ونفس الشريف لها غايتان ورود المناية ونيل المناة ترجمة نانسي قنقر